في العاشر من كانون الأول تمر علينا الذكرى السادسة ليوم النصر الذي تحقق بعزيمة أبطالنا الشاوس من كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة حيث كان لإعلام وزارة الدفاع والفرق الإعلامية الدور البارز والمتميز في نقل الانتصارات بمختلف قواطع العمليات الأمر الذي أسهم برفع الروح المعنوي للمقاتلين وتحرير بلدنا العزيزة من براثن الإرهاب أكيد يوم النصر يمثل انتصار الحق على الباطل العراق تعرض إلى أعطى تنظيم إرهابي على وجه الأرض سيطر على 40% من مساحة العراق هذا التنظيم كان عمل الدؤوب هو القتل والذبح والترهيب والإرهاب تدمير بنات تحتية تدمير كل شيء يمثل الحياة بصلة بتضافر الجهود جميعا من القوات المسلحة العراقية المشتركة من قطاعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والشرطة الاتحادية ورد السريع وكذلك الحجد الشعبي وأبناء العشائر والشعب العراقي استطعنا أن نحقق النصر وتكلل هذا النصر بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمت من أبناء الشعب العراقي والقوات المسلحة العراقية أكيد بهذا اليوم أن نتقدم بأسماء آيات التعاني والتبركات للشعب العراقي البطل المجاهد والقيادة العسكرية العراقية المتمثلة بسيد القائد العام القوات المسلحة وسيد معالي وزير الدفاع وسيد رئيس الكني الجيش ولكل أبناء القوات المسلحة العراقية عامة والجيش العراقي البطل خاصة بهذه المناسبة قادتنا الأبطال قادة النصر التي صنعوا النصر بدماء شهدائنا وجرحانا وكذلك بتضحيات أهلنا من كل شعبنا هذا يؤكد بأننا كنا نعمل بمنظومة القيادة والسيطرة الموحدة هذا يؤكد بأننا استطعنا من خلال هذه المنظومة ومن خلال الفتوى المرجعية أن نتحر هؤلاء وأن الحقيقة أن نقدم نصر ليس فقط للعراق وإنما لكل أحرار العالم لذلك وأؤكد هنا بأن هذا الدور كان إلى الواقع المهم وانعكاساته على أداء قواتنا الأمنية وقطاعاتنا الأمنية من خلال رفد كل قطاعات الجيش العراقي سواء بالإعلام أو بالتعاون مع وكالات الإعلام كل الحب والتقدير والتضحية لهؤلاء الأبطال فرسان الإعلام سواء في الدفاع أو في الداخلية أو في أجهزتنا الأمنية أو حتى في الحجد الشعبي استطاعوا هؤلاء أن يصلوا الرسالة كانت رسالة مهمة وكانت في أمس الحاجة كل شعوب العالم ومن ضمنها العراق لمعرفة الحقيقة وعن طريقهم كانت تصل الرسالة وكان هناك تضحيات من قبل يعني لاحظ مراسلنا على العيداني الأخوان الآخرين كانوا متواجدين في جبهات القتال لذلك أقدم لهم كل حب والتقدير والاحترام وأتمنى لهم دوام الموفقية في ظل عراقنا الحبيب الموحد وكان مبدعو الإعلام يتنقلون في مختلف الجبهات قاطعين آلاف الكيلومترات في الجبال والسهول وفي الصحراء يبث رسائل محزن العدو ومفرحة للصديق توثق المواقف البطولية التي جسدت معاني التضحية والصمود والوفاء وأصبحت محل عجاب للعالم أجمع مستندة إلى عقيدة حب الوطن والدفاع عنه والحرص على سلامة أهله حقيقة كان دورنا مهم في نقل الصورة والصوت والانتصارات للجيش العراق ولكل القطاعات العسكرية أنا واحد من أخوان المراسلين الذين كانوا في إعلام وزارة الدفاع نقلت انتصارات الجيش العراقي جهز مكافحة إرهاب الشرطة الاتحادية الرد السريع وحتى قطاعات الحجد الشعبي في مناطق بيجة والصينية نشعر بالفخر حقيقة نحن كمراسلين في وزارة الدفاع بهذا الجهد الذي بدناه نعم كانت المهمة محفوفة بالمخاطر محفوفة بالموت أيضاً في الحقيقة كان لي الشرف كمراسل حربي في وزارة الدفاع أن أكون شاهداً وموثقاً برفقة المصورين الحربين الطال للانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية الحقيقة المرحلة كانت صعبة وحرجة وملئة بالمخاطر لكنها كانت مهمة ضمن عملنا كإعلام أمني لنقل الحقيقة وإظهار قوة واقتدار قواتنا الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية وكشف زيف تلك الأصابات من وسط قضاء الحمدانية المراسل الحربي لوزارة الدفاع فاق العطواني صباح الخزعلي إعلام وزارة الدفاع من سلسلة جبال بادوش غرب نينوة علي سامي إعلام وزارة الدفاع من محافظة نينوة محمد الشويلي المراسل الحربي لوزارة الدفاع لإعلام وزارة الدفاع الملازم أول مصطفى علي ليكونوا سداً منيعاً ضد أي عملية تعرضية أيمن الموصل سلام ربيعي إعلام وزارة الدفاع من أطراف مدينة الموصل لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصف جيل من مطقة الخزفة في قضاء حديث المراسل الحربي وزارة الدفاع عن نقيف على العيداني سنطلق من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية مديرية أعلام الجيش الأبطال وفراس الحرب تلقاهم عقب مديرية أعلام الجيش الأبطال وفراس الحرب تلقاهم عقب الساتر من عربنا تعرف وشكال الساتر من عربنا تعرف وشكال وشكال لقطات أسرع مني ثور البشق ويسرع مني ثور البشق نعم أسرع مني ثور البشق يوم النصر العراقي عنوان للشجاعة ورمج التضحية والفداء يوم انتصلت فيه إرادة العراقيين على قوة الشرية والظلم من بغداد علي سامي إعلام وزارة الدفاع